تستمر في الهند فعالية القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين التي غاب عنها رئيسان الروسي فلاديمير بوتن والصيني شي جينج بينج وتبحث القمة على مدار يومين قضايا عديدة على رأسها الحرب في أوكرانيا وقضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي وبشكل رسمي انضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندين ريند رامودي الذي طلب خلال كلمته الافتتاحية من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في المجموعة بعد موافقة جميع الأعضاء هذا وأعلن رئيس الوزراء الهندي توصل مجموعة العشرين إلى توفق حول الإعلان الختامي لزعمائها موضحا أن الدول المشاركة بذلت جهدا كبيرا لتوحيد الأراء حول البيان الختامي للقمة المنعقدة في نيو ديلهي بالاعتماد بشكل رسمي للعمل بمقراراته مستقبلا وبنسبة للحرب في أوكرانيا نقل إعلان الزعماء أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية لامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للسلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة خلال القمة أعلن وليو العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند وشرق الأوسط وأوروبا وأكد أنه سيسهم بتطوير البناء التحتية وضمان أمن الطاقة العالمي وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهايدروجين أيضا وقعت الرياض مذكرة تفاهم مع واشنطن بشأن بروتوكول يهدف إلى تأسيس ممرة عبور خضراء عابرة للقارات وفق ما أكدته وكالة الأنباء السعودية أما رئيس الأميركي جو بايدن فيأمل بإقناع الاقتصادات سريعة النمو بوجود بديل لمشروع الحزام والطريق الصيني رغم تعبير الرئيس الأميركي بايدن عن شعوره بالخيبة بسبب أعلان نظير الصيني تشي جينبينغ نيته عدم حضور قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند فإن خبراء السياسة الخارجية في واشنطن يرونها فرصة الرئيس الأميركي يجب أن تستغل إذ تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع الاقتصادات سريعة النمو في العالم بأنها ستكون حاضرة إذ ما تقلصت دور الصيني في تلك الدول تزامنا مع انخفاض النمو الاقتصادي وتفاقم أزمة القطاع العقري في الصين ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس الصيني تشي جي بينغ يتجنب حضور قمة العشرين بسبب خلافات سياسية أم بسبب المشكلات الكبيرة في الداخل الصيني وسواء كانت أزمة ارتفاع البطالة بين الشباب لأكثر من عشرين في المائة أو أزمة العقارات لكنها فرصة للرئيس جو بايدن لتقديم أمريكا كبديل قوي للتمويل صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية نموا يتراوح بين 3.2% و5% لكن تلك البلدان تواجه تحديات في تطوير بنيتها التحتية حيث تضافرت جائحة كورونا وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لزيادة أعباء ديون تلك البلدان ما يهدد استقرارها الاقتصادي ثلث دخل هذه الدول يذهب لسداد الديون للصين إذن الولايات المتحدة سوف تعرض في هذا المؤتمر وضع لمساعدة هذه الدول لسداد الديون وذلك بزيادة ميزانية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحدود 3.3 مليارات دولار بايدن ارتكس في سياسته الخارجية على التصدي للحرب الروسية في أوكرانيا وإدارة المنافسة مع الصين واستعادة التحالفات الأمريكية التي أهملها سلفو ترامب وفق خبراء ويسعى لدعم أجندته الخارجية مع الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا في قمة مجموعة العشرين لجذبها لتحالف الدول السبع الكبرى أمام روسيا والصين كريم يسري المشهد واشنطن